بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيزة للسعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام هذا نصها حضرة خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك عبد الله بن عبد العزيزة للسعود حفظه الله ورعاه عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنه لمن دواعي سروري أن أرفع لأخينا العزيز حضرة خادم الحرمين الشريفين خالص التهاني والتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام معربا ببالغ الفخر والاعتزاز عن بالغ التقدير لما تبذلونه وحكومتكم الرشيدة عاما بعد عام من جهود مخلصة في خدمة ورعاية ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام تسهيلا عليهم في أداء مناسك وشعائر الحج وتوفير أقصى درجات الراحة والحماية والأمان لهم سائلين المولى عز وجل يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على أخينا العزيز حضرة خادم الحرمين الشريفين وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق وعلى أمتنا العربية والإسلامية بوفر الخير واليمن والبركات ويجزيكم ثوابا عظيما على هذه الجهود المخلصة وننتهز هذه المناسبة الطيبة لنؤكد عمق اعتزازنا وفخرنا بوشائج القربة والمودة والمحبة التي تجمع بين بلدينا وشعبين الشقيقين والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ وإننا لنقدر عاليا لأخينا العزيز الملك عبدالله بن عبدالعزيز مواقفه العظيمة النبيلة الداعمة دوما للبحرين ونهضتها وأمنها واستقرارها والله نسأل أن يحفظكم على الدوام سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرية